اشتركوا في القناة 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 كما يتم التأمين في النطاق القريب من خلال اعمال المروض واسطة عناصر الوحدات الخاصة البحرية المحملة على اللنشات السريعة والمميزة بالمشاعر الضوئية والتي يتم انزالها من على سفينة الخدمة والامداد المتمركزة بجوار الحفار والمميزة بالدخان البرتقالي ولتحقيق التأمين الذاتي ضد الألغام تتمركز جماعة تأمين وإزالة المتفجرات على سفينة الخدمة المجاورة للحفار للقيام بأعمال الكسحة والتطهير الدوري للجزء الغاطس من الحفار على يسار مقدم السفينة تتقدم غواصة معادية يجرى على سطحها تجهيز اتنين قارب مطاطي وتم رصد اربع جماعات ضفاضع بشرية هجومية تستعد لمهاجمة وتلغيم الحفار وتعتبر هذه المهمة من المهام الرئيسية للغواصات وهي إنزال والتقاط مجموعات قتال الضفاضع البشرية الهجومية على مشارف اهدافها المعادية نشاهد الآن جماعات الضفاضع البشرية وهي تقوم بإنزال القوارب المطاطية من على سطح الغواصة وتبدأ في تجهيز اجهزة ومعدات الغطس الهجومية تبحر القوارب المطاطية بسرعة متوسطة حفاظا على السرية حتى الوصول إلى أقرب مسافة يمكن الوصول إليها من الهدف ودون أن تكتشف لإنزال جماعات الغطس الهجومية بدأت الآن جماعات الضفاضع البشرية بمغادرة القوارب المطاطية والغطس في اتجاه الحفار تتقدم الجماعات تحت سطح الماء في اتجاه الهدف وعلى عمط محدد لتفادي وسائل اكتشاف والرصد باستخدام أجهزة الغطس الهجومي ذات الدائرة المغلقة وأجهزة الدفع الذاتي وصولا إلى هدفها بوصول الجماعات تقوم بتثبيت الألغام اللاسقة على الجزء المؤثر من الحفار أسفل سطح الماء بغرض تدميره فور تثبيت الألغام تتخذ الجماعات خطوط السير العكسية بأقصى سرعة ممكنة للتقابل مع العائمات المطاطية ويتم التقاط جماعات الضفاضع البشرية بعد تنفيذ مهمتها ويجرى اتخاذ خط السير للتقابل مع الغواصة بلاغ قتال من قائد مجموعة التأمين على الحفار القاهر أثناء قيام جماعة الكسح والتعامل مع الألغام بالمسح الدولي تم اكتشاف اتنين لغم لاصق على جسم الحفار وجاري الاستعداد لإزالتها تم تكليف جماعة تأمين وإزالة الألغام البحرية بإزالة الألغام المكتشفة تبقى لنوع الألغام وتحديد أنسب الطرق لإزالتها والتعامل معها جاري الآن تنفيذ إجراءات إزالة الألغام اللاسقة بعد إبطال آليات التفجير الخاصة بها بلاغ قتال من قائد قوات التأمين بتمام إزالة الألغام وتأمين الحفار بلاغ من قائد مجموعة التأمين والسيطرة على الحفار باكتشاف سفينتين صغيرة الحجمة مجهولة الهوية متوقفة في المنطقة باتجاه الساعة العاشرة تقوم بإنزال عائمات سريعة دون الإبلاغ أو التصريح من السلطات المختصة تم رصد اتنين عائمة سريعة مميزة بالدخان البنفسجي تتحرك بسرعة عالية من موقع السفينة المجهولة وفي اتجاه الحفار قام السرب الأول من اللنشات السريعة من على خط المرور بالانفصال لاعتراض العائمات الصغيرة التي تم اكتشافها ومنعها من الوصول إلى المرمى المؤثر لأسلحتها بدأت العائمات السريعة فور اكتشافها بطراب لنشات التأمين بتغيير خطوط السير في محاولة لتفاديها والغروب منها صدرت الأوامر إلى السرب الثالث من اللنشات السريعة بالانزال من على سفينة الخدمة المجاورة للحفار بالاعتراض وتدمير صفن انزال العائمات السريعة يبدأ تشكيل الدفاع من اللنشات السريعة طراز ريب المميزة بالدخان الأحمر لمطاردة تشكيل الهجوم نشاهد الآن إحدى العائمات السريعة وهي تحاول الغروب من تشكيل الدفاع من اللنشات بتنفيذ مناورة حادة وبسرعة عالية ويظهر أمامنا انفصال أحد اللنشات في مطاردة العائمة التي تحاول الهروب تم إجبار العائمة على التوقف وقام طاقم العائمة بالقفز إلى البحر في محاولة للهروب ونجح طاقم اللنش سريع في القبض على طاقم العائمة والسيطرة عليها تمام اتخاذ لنشات السرب السالس المميزة بالمشاعر الضوئية للأوضاع النهائية لتنفيذ الهجوم على السفن المجهولة مع اتخاذ احتياطات الأمان للوحدات أثناء الاشتباك بلاغ قتال من قائد السرب السالس لنشات ببدء الاشتباك بالنيران مع السفن المجهولة بلاغ من قائد السرب السالس لنشات بتمام تدمير السفن المجهولة ويقوم السرب الثالث من اللنشات السريعة ترازرب عقب انتهاء المهمة بالعودة على خط المرور القريب لاستمرار تنفيذ إجراءات تأمين الحفار ونشاهد الآن تشكيل المطاردة من السرب الأول والثاني من اللنشات السريعة ترازرب في مرحلة السيطرة على قادة وطاقم العائمات السريعة ودفع عناصر من اللنشات السريعة لقيادتها واستحابها إلى الميناء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة جهات الاختصاص جيان عمل يعني اختحام جزيرة ذات أهمية استراتيجية تتميز بموقع جهرافي يسمح لها بالسيطرة على حركة دخول وخروج السفن من وإلى ميناء أبو القير البحر تماثل الجزر الحكيم مثل جزيرة شاكر والجزيرة الخضراء بالبحر الأحمر وجزيرة نيون بالانتقد باب المندب يقترب الآن لانش سريع محمل بجماعتي ضفاضع بشرية هجومية مكلفة بمهمة استطلاع ساحل الجزيرة وتحديد أماكن العوائق الملاحية والألغام البحرية أسفل سطح الماء وفتح صغراء على الشاطئ بالتمهيد لعملية إبرار بحري بالأفراد والمركبات على ساحل الجزيرة تبدأ الجماعات في تنفيذ إجراءات مسح الشاطئ وتحديد أماكن العوائق الملاحية والألغام البحرية المطلوب بزالتها وتثبيت دوائر النسف والتدمير المناسبة لتدميرها وتمهيد الساحل وفتح صغراء تم الانتهاء في تحديد الممر الآمن باستخدام مجسات الألغام وتمييز الممر بالبيار الحمراء تتقدم الآن أربع لنشات سريعة محملة بأربع جماعات قوات خاصة بحرية مكلفة بمهمة الإغارة على الجزيرة المنعزلة واستعادتها من سيطرة العناصر الإرهابية الموجودة عليها بوصول قوة الإغارة إلى ساحل الجزيرة يتم تنظيم الدفاع الدائري وبدء مرحلة التسلل باستغلال طبيعة الأرض لنوصول إلى المواقع النهائية للاشتباك مع الهدف بأوامر من قائد الجماعة يتم التعامل مع العدو بتدمير الأهداف الرئيسية والقضاء على قوة التأمين المعادية بلاء القتال من قائد جماعات الإغارة بتمام وصول الجماعات إلى المواقع النهائية للاشتباك مع العدو تصني Ев Bat�� قزانك بالإغراف rating بلاء القتال من قاعدات الإغارة 俺 جاءный قEM讀 ايضا 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بلاغ من خائد جماعة استطلاع بتمام تفجير الالغام المكتشفة وتطهيل الساحل من الالغام والعوائق واعطاء الاشارة الضوئية الخاصة بدخول وسائط نقل القوات تبحر وسائط الابرار من طراز سيتي ام والليكات التي تحمل قوة الابرار لاتجاه الجزيرة المستولى عليها ويتتنيز هذه الوسائط بالغاطسة الصغيرة بما يسمح لها بفتح الابواب مباشرة على الساحل وانزال قوة الابرار والمعدات تتقدم الان قوات الابرار بحت سطر عناصر القوات الخاصة البحرية التي تشيطر على الهياد الحاكمة تم السيطرة على الهياد الحاكمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة